ازايكم حبايبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة. يا موليد برج الجادز. موليد برج الجادز النهاردة ان شاء الله معدنا مع اه الاراية اه بتاعتكم. هشوف احوالك واحوال شريكك. اه الاراية لاخر شهر سبتمبر ان شاء الله. حبايبي موليد برج الجادز لو سمحتوا. لو كنتوا حد جديد معنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار. ولايك وشير. علشان كل موليد برج الجادز يشوفوا الفيديو. اه انا نيتي هنا اسحب اول كرت لطاقة موليد برج الجادز. انت عندك حاجة مرتراك يا برج الجادز. على ما يبدو كده بص كروتك. بسم الله. نسحب اول كرت. طيب. موليد برج الجادز. شايفك هنا كأنك واقف على حفة يعني حفة الهوية. او واقف على طرف حاجة معينة. بمعنى انك اه عندك الشجاعة الفترة دي. انت تتغلب على اي حاجة اه كانت اه بيخليك تخاف. او اه خاف تخاطر في حاجة معينة. اه خاصة في العلاقة اه العاطفية بتاعتك. اه تاخد كرار في حاجة معينة سواء بقت حياتك العاطفية او في شغلك او في دراستك. اه شايفك اه بتدور على اه اه علاقة ترديك وتاخد خطوة تجاهها وتحقق الحاجة اللي انت اه عايزها. اه كأني كنت شايفة اه برج الجادز خايف من المجهول في حاجة معينة. او خايف تبين ردت فعلك لحد اه اه لاحسن اه مايقابلش كلامك ده باستقبال او بالترحيب. اه ولكن شايفك الفترة دي عندك شجاعة كبيرة بتتغلب على اي حاجة ممكن تسبب لك نوع من انواع المخاوف. اه شايفك اه بت بتقدم اه حاجة افضل في حياتك او بتقدم ان انت تعمل حاجة افضل في حياتك و اه نصيحة الكروت اه بتقولك ان الخوف اه بيوديك لاماكن تخاف منها اصلا. فانت صح وده وقت حلو ان انت اه تستجمع في اه شجاعتك. اه وتوصل للحاجة اللي انت عايزها والحاجة اللي انت اه تحبها وتترك الخوف على جنب وتبقى اه وقيع اكتر وتسأل نفسك عن الحاجة اللي انت عايزها وتبدأ اه تتحرك تجاه الحاجة اللي نفسك فيها او الحاجة اللي انت عايزها تبدأ تاخدها وما تستناش حد هو اللي يجي يحقق لك امنية او يوصلك للحاجة اللي انت عايزها. طيب خليني اشوف طاقة شريكك بسم الله طيب كانت ده بقى بيقولين ايه عن شريكك بيقولك اه انك هتقابل حد او في حد هيدخل حياتك عن طريق الصدفة اذا ما كانش هو في حياتك او دخل حياتك مؤخرا وخليك مستعد للحظ السعيد اه هيكون في علامة او رمز او حاجة اه هتعرفك ان هو ده الشخص اه اللي دخل حياتك او ان هو ده الشخص الصح فاجهز للكاء الشخص ده و اه حضر نفسك وحيكون المقابلة هتكون مش في الحزبان اساسا يعني انت مش هتكون جاهز لها انه حد هيجيلك على غفلة فكرت ده بيقولك انه روحك ليه خطة تانية خالص وانت هتبقى قدام الشخص المناسب في الوقت المناسب اذا كنت فعلا دسة ما قابلتهش فهيدخل حياتك اذا ما كانش دخل حياتك مؤخرا هتقابل الشخص ده والشخص ده هيكون مهم جدا في حياتك وهيكمل معاك رحلة الحياة وحتكون حاجة خارجة عن ارادتك يعني انت مش قاصد ان انت تدور عليه بالعكس هو انت هتجمعوا القدر كأنه هتجمعك ولكن بيقولك انتبه للعلامات اللي روحك هتقدمها لك يعني كأنه قلبك هيحس بالشخص الصح كأنه فيه اشارة هتوجيهك للشخص ده هتقابله في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وكأن الحظ هيتحك لك وحتنجح في اختيار الشخص ده وكأنه الكارت ده بيقولك برضو انه الحظ جاهز لك فرص في الماضي ولكن ما كانتش ظهرة قدامك فهتظهر قدامك دلوقتي في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب الأحداث ستحصل صدفة وهتكون أحداث مثالية جدا وحتوجه قلبك للاختيار الصح واتعدي أي صعوبة ممكن تواجهك وحتفوز في الآخر فما تشغلش نفسك وتحط سيناريوهات فيها خيبة أمل في حياتك نهائيا خلي كل السيناريوهات اللي تعدي على حياتك تكون إيجابية وتعرف أنت عايز إيه وعايز تروح فين وتعمل إيه وتكمل حياتك مع مين و يعني الشخص ده فعلا أنت حتقابله قريب الكارت ده كمان بيقولك أنه يعني كأن الشخص ده أنتوا الاتنين هتتجمعوا صدفة يعني أنتوا الاتنين هتتجمعوا صدفة وكأنه برضو الشخص ده بقى له فترة بيدور على حد و مش خلينا نقول مش لاقي برضو الشخص المناسب فأنت الشخص المناسب ليه هو بقى له فترة برضو وحيد وما هيصدق أنه يلقى حد كويس زيك يدخل حياته والأمور هتمشي معاه رغم أنها صدفة بس هيوصل للحتة أو للجزء اللي هو عايز يوصل له يرتبط بشخص زيك وكأنكم برضو هتتقابلوا عن طريق الصدفة طب تعالوا نشوفوا اللي الكروت هتقول لنا بقى بسم الله يعني القدر هيحطه قدامك وعلاقاتكم هتكون فيها نوع من أنواع الصدفة اللي مش مترتب لها وده هي هيخليك أكتر أمان يعني هتحس حتى من ناحيته بالأمان إنه حاجة مش مترتب لها لا يروبا أنشوف قدتها تولينا اي عديكو بسم الله برج الجدزي خليني أقول لكم الأبراج اللي ظهرها قدامي عندكم برج التور والجدزي والعزراء والحوت و برج القوس برج الأسد برج التور برج الحمل والأسد والقوس برج السرطان والعقرب طيب خليني أقول لكم إن أنا شايفة برج الجدزي شايفت كنت متعلق بحد معين أو في حد معين كان في حياتك وكان فيه بينكم ترابط أين كان بقى نوع الارتباط رسمي أو غير رسمي ولكن كنتوا مرتبطين ولكن فيه حد دخل في العلاقة دي فسادها بصو كده العقرب اللي في الزمون ده فيه حد دخل في العلاقة دي خرابها خالص و خلى كل واحد فيه يكون راحل لمكان الحد ده ممكن يكون حد من عائلتك أو من عائلة الشخص التاني ده ولكن شايفة فيه رحيل حصل و فيه آآ توطر وسراع حصل في العلاقة دي شديد يعني ممشتوش كده لأ ده كمان كان فيه مشكلة بينكم تول اتنيه حصل توطرات حصل سراع بينك وبينه آآ شايفة كمان انه آآ الشخص ده بعد رحيلك خلينا اقول آآ ندمان جدا بصو كده الفوره في قبل آآ ندمان قوي وحاسس بالحزن والقلم وكل افكار ومشاعره متجهة نحيتك انت بيفكر فيك بيفكر ليه سابك بيفكر آآ بيفكر كمان انه يرجع لك وبيفكر انه يكلمك الشخص ده آآ آآ كل ذكريات الماضي آآ بيفتكرها في بعدك يعني بيفتكر كل حاجة كانت معك في السابق آآ بيفتكر ضحكتك بيفتكر كلامك بيفتكر آآ كل حاجة كانت بتحصل آآ معاك فمش عارف آآ يرجع يكلمك ازاي او باي وش يعني ولكن آآ خلينا اقولك انه مش مرتاح في البعض آآ الشخص ده آآ ممكن برضو آآ يكون كان حد مضمن على حاجة معينة أسلوب أسلوب معين آآ السلوك مش كويس آآ وعند البعض آآ الشخص ده آآ يعني كان حطك في مقارنة بينك وبين حد تاني مختار الحد التاني وطعنك في ظهرك داك العشر صيوف ونهى معاك العلاقة وكل واحد فيه كراح لحاله فده مخليه أكتر آآ يعني مش لقيله عين زي ما بنقول كده انه يرجع يكلمك لأنه اختار غيرك وبكل بساطة سابك وادالك ظهره ومشي انا شايف عند البعض منكم في آآ سفر او في طريق في سكة سفر بينك وبين الشخص ده كأنكم مش موجودين في نفس البلد آآ عند البعض منكم الشخص ده مرتبط وعنده أولاد عند البعض منكم مرتبط وعنده أولاد وانتو عارفين انه عنده أولاد ولكن آآ هو حاليا لما اختار الشخص التاني ده آآ مش مش عايش مرتاح ومتدايق وحياته مليانة توطر مشاكل مشاكل مش مش مستريح آآ لا نفسيا ولا ذهنيا آآ ولكن آآ أنا شايفة آآ في حد جديد حيدخل حياة آآ برج الجاتي آآ الحد ده حيكون آآ حد آآ يعني آآ آآ عايز يبدأ بداية آآ جديدة معاك هو حد جديد فشيء طبيعي انه في البداية حيبقى طبعا آآ آآ مبسوط وعايز انه آآ يكمل معاك بما انه هو اللي اختارك وجاي فانا عايز اقولك برضو تأنف الاختيار آآ الشخص القديم بيرائب آآ آآ اخبارك وآآ حركاتك وخلينا اقول بيرائبك بقى وبيتابع كل آآ كل اخبارك آآ على سوشيال ميديا على آآ عن طريق حد معين ولكن آآ بيتابع كل حاجة تخصك هيحاول الفترة الجاية انه يكلمك آآ انا شايف فيه تواصل مع الشخص ده اجيلك من رسالة هجيلك منه آآ مكالمة ولكن آآ شايف بيحاول يتواصل معاك آآ بيحاول يفهمك أو بيحاول يشرح لك بيدور على اي فرصة توصله بيك آآ وكأن آآ برج الجاية للفترة دي كأنك مهتم بنفسك قوي مهتم بشكلك مهتم بالشاكتك آآ مهتم بان انت آآ بتعمل حاجة في وشك في شعارك يعني لو انسة بالذات اللي تسمعني آآ في حاجة آآ بتعملوها جديدة في حياتكم آآ كمان آآ شايفة برج الجادي آآ للبعض منكم ان شاء الله في عندكم خطوبة وفيه ارتباط رسمي وفيه لم الشام لأسرة اذا كنت يعني اذا كنت آآ منفصلين عن حد ابو اولادك او ام اولادك فانا شايفة فيه مصالحات وفيه لم الشام وشايفة فيه بداية جديدة بداية جديدة آآ بتبدأوها مع بعض وآآ كأنه فيه يد بتتمدلكم بالمساعدة او حد بيساعدكم انه يلم الشام تاني او يجمعكم مع بعض آآ ولكن شايفة للعزاب ان شاء الله فيه حد جديد فيه عراقه مردية باذن الله وآآ ارتباط برضو آآ ان شاء الله فيه خطوبة او آآ يعني فيه ارتباط رسمي طيب نشوف خروط الملايكة خطوا بقى سؤال في دماغكم تعالوا نشوف الاجابة هتكون ايه اجابة السؤال اللي في دماغكم الاجابة بتقولكم آآ نو ونو مش لأ نو هنا معناها آآ فيه وقت مناسب هيجي وحتلاقي فيه رد على آآ اجابة السؤال بتاعك يعني فيه وقت مناسب هتحصل فيه على اجابة السؤال بتاعك ومتستعجلش وحتعرف وقتها ليه ما تجاوبتش في اللحظة اللي انت سألت فيها فما تقلقوش والكارت بيقولك ما تقلقش هيجي عليك وقت هتعرف اجابة السؤال اللي انت طرحته في دماغك آآ الكارت التاني بيقولك بيقولك خد اجراء او خد ردة فعل تجاه الحاجة اللي انت عايزها و ما تبقاش واقف في مكانك استعد واعمل حاجة توصلك للحاجة اللي انت بتتمناها او الحاجة اللي نفسك فيها يعني ما تبقاش واقف وبتقول انه الحاجة هتسيجي لحد عندك لأ انت اعمل حاجة خد ردة فعل و اخطو خطوات تجاه الحاجة اللي انت عايزها ومدي ايدك وخد الحاجة اللي نفسك فيها يا برج الجدي الكارت التالت بيقولك بيقولك الفترة دي فترة نكاها وفترة شفاء بالنسبة ليك كل المشاعر الصعبة اللي مرت بيك بتتلاشة وبتنتهي مع مرور الوقت رغم ان يكون ممكن يكون من الصعب ان انت تشوف دا دلوقتي لكن في المستقبل هتحس بقيمة دا وهتقدر تستعيد قوتك تاني فاخد كل الوقت اللي انت محتاجه عشان ترجع تتعافى وتستعيد قوتك و وانت خلاص قربت على دا قربت تكمل شفاءك و ابدأ بقى خطط للمرحلة اللي جاية من حياتك و خطط بطريقة ايجابية وما تخليش حاجة توقفك طيب تعالوا اخد لكم كروت الرومانس بالله نشوف كروت الرومانس هتقوم بنا ايه طيب بصوا بقى في عندكم deception في شخص بوشين في حياتكم بيتعامل بوش وهو جواه وش تاني خالص في حد مخادع عايزكم تاخدوا بالكم منه و اا ما تخلوش الشخص المخادع دا يأثر عليكم او يضحك عليكم في حد بيبينلك اا وش وهو من جواه في حاجة تانية ف ناخد بالنا وما نديش الامان لأي حد واي شخص يدخل حياتك لازم تتأكد انه اا هو دا الشخص الصح اا كمان الكارت التاني بيقولك اا علاقة الماضي والحياة على ما يبدو ان انت برضو استفسرت عن حد معين ف الكارت بيقولك انه رفيق الروح اا هيزهر في وقت معين في حياتك اا وكأنك تعلمت درس من الماضي وكأنه اا لما هتقابل الشخص دا هتحس من نحياته برومانسية وهتحس ان فيه كمية بينكوا انتوا اللي اتنين وكأن فيه مغناطيس بيجذبكوا انتوا اللي اتنين اا لبعض وحتلاقيه الشخص دا سواء كان توقم روحك او الشريك اللي انت هتكمل معاه ودروس اللي انت استفدتها في الماضي هتساعدك ان انت تختار اا في الحاضر وان انت ما تقعش ان انت مش اي حد هيدخل حياتك اا يعني هت هتديله الامان او هتسمح له انه اا يتخطى حدوده معاك هتبقى فاهم وعارف مين اللي قدامك اا الكارت التالت بيقولك في الريت اا بيقولك اا فيه شخص هيدخل حياتك هيقولك كلام حلو كلام رومانسي كلام فيه مغازلة و اا عشان يعني يكسب قلبك ويخلي فيه شغف في العلاقة بتاعتكم اا ده بالنسبة لو انتو في اا في علاقة اساسا اما اا لو كنتو عزاب وما فيش حد في حياتكم ف اا هتجذب الفترة الجاية صداقات جديدة وحيقابلك اا وص الصداقات دي علاقة حب اا حتى تققلم معها طيب تعالوا اخذ لكم كرود المرميد بسم الله طيب الكارت ده بقى بيقول لنا ايه الكارت ده بيقول لك طهر حياتك او نظف حياتك سواء الصحية او النفسية اا اا حاول اا تسيب كل حاجة اا يعني اا كانت مضيقاك واخرجها من حياتك وركز على نفسك والسرخة ودي لنفسك اا فترة راحة و عشان تجدد في حياتك و اا خليك مع الاصدقاء اللي هما بيحبوك او اللي انت حاسس ان هما اا في صفك او معاك او بترتاح معاهم و اا حاول ان انت اا تخرج من اي علاقات سامة و اا خليك بس مع الناس اللي اا ممكن ترتاح معاهم اا نفسيا علشان اا نفسيتك ما تتقذيش و اا وده بالنسبة لك اعتبره علاج زي ما بتعالج جسدك عالج روحك و اا خليك واثق في نفسك و اا ما تخليش حاجة اا يعني تعقدك او اا تخليك اا اا متدايق او تخليك مضطرب فحوط نفسك بالناس اللي انت بتحبهم برج الجدي دي كانت قراءتكم لاخر سبتمبر ان شاء الله اتمنى يا رب القراءتكم عجبتكم لو عجبتكم القراءة يا حبابي ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب واتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار ولايك وشير علشان كل موليد برج الجدي يشوفوا الفيديو اشوفكم الفيديو جديد يا برج الجدي اشتركوا في القناة